في صراعات تاريخية واخرى حديثة شتى في اليمن تراوحت خطوط السيطرة بين قوى داخلية واخرى خارجية غالبا في غيبة من اهتمام مستحق اليوم هكذا تبدو خريطة اليمن جماعة انصار الله او الحوثيون الشيعة تسيطر على غرب اليمن وشماله الغربي هذه المنطقة باللون الاحمر تدعمها قوات تدين بالولاء للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح اما هذه المنطقة باللون الفيروزي فتقع تحت سيطرة النظام الجديد القديم الذي يرأسه من كان نائبا للرئيس من قبله عبدالربه هادي منصور اما هذه المناطق باللون الفاتح فتقع تحت سيطرة السلفية الجهادية ممثلة في تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية ولها ايضا حضور في تلك المناطق المظللة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر